حياكم الله أعزاء المستمعين والمستمعات مرة أخرى حديثنا اليوم عن واقع الاستثمار العربي لا سيما بعد الانتخابات المحلية الأخيرة التي حدثت في تركيا طبعا هذا الموضوع حقيقة وللأمانة مؤرق يعني وكل يوم يمكن يكتب فيه العديد من المقالات والتحليلات حتى وصلت لمرحلة تحذيرات وتكهنات بمستقبل قريب ربما البعض يقول عنه غامض ربما البعض يقول عنه أنه لا أنتوا عم تحملوه أكبر من اللازم هذه تحدث في كل مكان لكن هل لتركيا خصوصيتها لا سيما في ضمن التواجد العربي الكثيف هنا في تركيا لنتحدث أكثر عن واقع الاستثمار العربي معنا ويشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ عبدالله الحمد المدير التنفيذي لشركة امتلاك العقارية أستاذ عبدالله يسعد صباحك يسعد صباحك أستاذ بلال المستمعين الكرام حياكم الله أستاذ عبدالله الله يسلمك أستاذ بلال أستاذ عبدالله يعني من قبل الانتخابات كان في جهود من الحكومة التركية وقطاع الاستثمار لجاذب المستثمرين حقيقة لتركيا من أجل استثمار وسواء كان بشراء العقار وكل مختلف أنه على استثمار وصلت لمرحلة أنه ممكن الحصول على الجنسية تركيا من خلال استثمار مبلغ معين شراء عقار بمبلغ معين وتأكد منه لكن بعد الانتخابات التي حدثت هنا وحالة عدم الوضوح إلى الآن لم تعلن انتخابات نهائية بشكل رسمي واقع الاستثمار قبل الانتخابات المحلية برأيك رح يفرق كثير عن ما هو بعد بالنسبة للاقتصاد التركي طبعا يعني شهد بصراحة من 2016 إلى الآن من محاولة الانقلاب وموضوع الليرة التركية وأمام الدولار تقلبات بكل صراحة وصار شوية ركود واضح في بعض القطاعات ولكن موضوع الانتخابات خصوصا الانتخابات البلدية أعطي حجم أكبر من الحجم الحقيقي لأن الانتخابات البلدية كما نعرف أن هي شيء بعيد عن السياسة ولكن لأهمية مدينة اسطنبول وعدم وضوح النتيجة النهائية كانت التكهنات يعني ربطة الاقتصاد في تركيا كاملا بنتائج اسطنبول وإلا المدن الثانية يعني انتهت فيها وتم تسليم البلديات وفي عموم تركيا نحن بنعرف أنه الحزب الحاكم في تركيا حقق يعني نجاح تجاوز 53% مقارنة مع النتائج السابقة كانت تقريبا وحدة الشيء الحاصل في اسطنبول طبعا مؤرق حتى الداخل التركي وأظن أنه النتائج قريبا رح تظهر ليس في ربح أو تسليم اسطنبول وإنما ظاهر أنه ممكن يكون في إعادة الانتخابات في اسطنبول ممكن يكون فيه طب هذا شيء مؤثر على الاستثمار يعني أهمية اسطنبول بصراحة ممكن أنه تعمل مثل صعقة إعلامية في موضوع الاقتصاد لمدة قليلة ولكن نحن نعرف أنه أهداف الحكومة من فترة ما قريبة هي موضوع الإصلاحات الداخلية لاقتصاد التركي يعني نحن الآن وبحمد الله يعني لحتى 2023 ما رح نشهد أي انتخابات هذا أمر مهم جدا نتائج الانتخابات البلدية ما لا تأثير مباشر في موضوع الاقتصاد التركي يعني هذا أمر أكيد لأن البلدية ما لا دخل في موضوع سياسات الدولة تجاه المستثمرين سياسات الدولة تجاه المستثمرين بشكل دائم نحو الأفضل وهذا الأمر مثل ما ذكرت حضرتك في موضوع القانون الجنسية الجديد والتسهيلات الحاصلة وفعلا عدد الناس اللي استلموا نحن من فترة السبوع كنا في زيارة لدائرة منح الجنسية في اسطنبول فكان العدد المقدم من اسطنبول فقط من اسطنبول 2000 ملف جنسي رقم كبير وكله ولوه وكله الآن لا ما فقط في الاستثمار العقاري في جميع القطاعات المساحة الاستثمار يعني الجنسية بسبب الاستثمار فقط من اسطنبول كان في 2000 ملف تم استلامه وهذا أمر ممتاز لأننا نحن نذكر موضوع قانون المليون دولار كان سابقا في بعض العوائق في موضوع التقديم أما في الفترة الحالية مستمرة زائد البلديات سلطة مقابل المستثمرين محدودة والبلديات سواء كانت في إيد الأكبار يعني حكومة حزب العدالة أو بإيد المعارضة ما لا تأثير مباشر على المستثمر لكن أستاذ عبدالله طبعا أنا قبل ما أكمل حديث معك أحب أن أذكر السادة المستمعية بأرقام هواتفنا 035-02-345-15 وأيضا 035-03-16 لمن لديه أي سؤال حول هذا الموضوع والسادة عبدالله أنت تعرف أنه كثير من المستثمرين العرب من واقع خبرتكم يعني تكاد تكون تركيا هي أحد أفضل الوجهات لديها من أجل نقل أمولة والاستثمار بها بغض النظر على نوعية هذا الاستثمار الآن للأمانة هذا الضخ الإعلامي اللي ربما عم يصير اختلاف سعر الليرة اليوم 5.8 يعني من زمان ما شاهدت هذا الشيء هذا الأمر يعني ربما يطرح إشارات استفهام تخوفات رجل قدام رجل لورا للمستثمرين اللي مفكرين حتى الموجودين هون يعني عم أقولك أنه ما نعرفين أوضعك هذه التخوفات للأمانة في محلة أكيد ما يبقى حلة لأن مع الأسف الحملة الانتخابية للمعارضة كانت بجزء مؤلين منها بتستهدف تواجد السوريين في تركيا وليس تواجد العرب في تركيا وليس تواجد المستثمرين في تركيا فمن الموجة تبعية الانتخابات واستهداف بعض تواجد السوريين في بعض المناطق ممكن العرب يعتبرون أنه توجه تجاه جميع الاستثمارات العربية هذا الأمر أكيد مو صحيح قطاعات الاستثمار في تركيا متنوعة نحن نشهد بشكل كتير كبير استثمارات عربية ناجحة ليس فقط في قطاع العقار أو في قطاع المال أو في قطاعات التصدير ولكن تركيا بلد منفتح على التصدير بشكل رائع تركيا بلد منتج ممكن الاستفادة من عدة قطاعات في الاستثمارات في تركيا أكيد الحزر واجب مثل ما زكرت حضرتك موضوع الليرة التركية وهذا أمر يعني مؤرق لجميع المستثمرين أنا بجيب لأني أكيد أغلب المستثمرين لما بجلبوا فلوسهم لتركيا بتجي بالدولار أو باليورو واتبحطوه في السوق المحلي بالليرة التركية ممكن تتأثر هذا أمر بحتاج إلى حزر بحتاج إلى دراسة القطاعات الاستثمارية اللي بدون يستهد فيها أن تكون مرتكزة على الدولار وهذا أمر طبعا برجع إلى احترافية المستثمر ودراسة للسوق التركي جميل خلينا ناخد هذا الاتصال بعد إذنك سيد عبدالله معنا محمد حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يعافيك وبارك فيك أخي محمد حياكم الله سيد زلال فيه بس سؤال بعد إذنك الله أنا أخبر على فتح محل يعني وقال بس عبي في عالمات تقول لي أنه بدي يساكروا المحلات السورية كلها وما بقيعتوا رخصة يعني محتار أنا في أمري ما عبار إذا سياري طب تمام في شيء من هذا الشيء وضحة الصورة أخي محمد أشكرك شكرا جزيلا يبدو أنه هي تخوفات ليس فقط على مستوى حتى بغض النظر عن الصنعة أو المهنة أو المصرح اللي الشخص بده يفتحها فكرة أنه تعرف نحن سمعنا بفترة رئيس بلدية مدينة بولو قال أني ما سأعطي تصريح عمل للسوريين فانتشرت وبالفعل إيجا ردود إيجابية من أطراف أخرى لكن فكرة مثل هيك أنه تصعيب الأمور حقيقة على السوريين بما يتخصص بإذن العمل هل هو تصعيب أم تطبيق قانون مثل ما ذكرنا بصراحة هو الأمر استهداف لموضوع السوريين من أجل كسب ود أكبر من بعض الأصحاب النظرة السلبية لتواجد السوريين في تركيا موضوع رخصة المحلات يعني هو الأمر رئيس بلدية بولو نفهم على أنه رخص عمل مثل وزون عمل وزون عمل مسؤولة عنها وزارة العمل صحيح وليس البلدية أما بالنسبة لرخص العمل طبعا بلدية مسؤولة عنها ممكن أنه بالفترة الماضية كان فيه تساهل كتير كبير من البلديات تجاه محلات السوريين لأنني تعرف في موضوع الرخص لازم تتوفر عدة أمور داخل المحل حتى تفتح موضوع تواجد أتراك موضوع نظام الأمان أو داخل المحلات أو اللوحة الضريبية للمحل هذا الأمر كان فيه تساهل ممكن إذا صار فيه تشديد على هذا الأمر يعتبروا كتير ناس أنه ما عدوا عطره خاصية ما هي تطبيق قانون أما بشدته أو تسهيلات للسوريين أما بالنسبة للاستثمارات العربية نحن نحكي عنها في تركيا فهي مختلفة بصراحة عن استثمارات السوريين اللي هي مثل استثمارات الأتراك صفيت موضوع الورش موضوع المحلات موضوع البقاليات هذا الأمر بختلف عن الاستثمارات العربية القادمة من بلاد عربية ربما ذكرت أنت نقطة لكل حاببي للفتن تباهي إلى أستاذ عبدالله فكرة قانون عدد الأتراك للسوريين هذا مختص فيه البلاليات ولا مختص فيه وزارة العمل مختص فيه أكيد وزارة العمل وفيه تسهيلات للسوريين كبيرة مقارنة بال هاي رسالة نحن حابين نبعثها بالذات اللي فعلا برا وحابين يفتحوا منشأة منشأة عقارية منشأة مصنع إلى آخره فهي الأشياء فعلا صاروا بهاجس وخوف لأنه اللي برا يمكن أن أستاذ عبدالله ما بيعرف شو صلاحيات البلدية من صلاحيات وزارة العمل من صلاحيات الحكومة وإلى آخره أنا بصراحة بنصح جميع الأخوة خلال هاي الفترة بمراجعة القوانين التركية جاء الاطلاع بشكل دقيق على متطلبات العمل في سوق طب مين يستعمل تركيا؟ تعرف ربما يعني القوانين تتغيير موقع مواقع وزارة العمل مواقع الاستثمار كلها مترجمة للغة العربية وموجودة باللغة الإنجليزية ولكن في قصور مننا في موضوع المتابعة مثل ما ذكرت لك موضوع التسهيل وغض الطرف عن أعمال السوريين في تركيا ممكن هذا الأمر بسبب ضغط الشارع التركي أنه يصير فيعلي تجديد لذلك أنا بنصح الجميع في مراجعة قوانين العمل مراجعة ما يتعلق بالرخص ومزاولات العمل في تركيا هاي الأمور كلها مهمة للاستمرار في السوق العمل التركي أكيد ما رح يستمر الأمر بتهاون أو تساهل البلديات عشان تثبت نفسها بدها تشدد في هذا الأمر أما هذا الأمر ما بأثر أبدا على الاستثمارات العربية لأن الاستثمارات العربية عا بتكون بشكل مباشر إما في البنوك أو في المصانع أو في العقار وهذا الأمر ما لا علاقة في موضوع رخص العمل أو السوريين لأن التسهيلات الأساسية موجودة للسوريين فقط يعني أنت بالنسبة للعرب الجنسيات أخرى أو الأجانب بشكل عام أنت إلى الآن بحاجة خمس أتراك مقابل واحد أجنبي أما بالنسبة للسوريين بعد ما تتجوز منشأتك عدد معين من الأتراك في تساهل للسوريين هذا الأمر غير متوفر في الجنسيات الآن أستاذي فيما يتعلق بموضوع العقار نعم باعتبار حضرتك يعني مدير تنفيذي شركة امتلاك العقاري سوق العقار عم يشهد ركود للأمانة يعني فيه انخفاض بنسبة تنبيعات سوق العقار تحرك بشكل كبير في موضوع الجنسية التركية مقابل العقار وهذا أمر يعني فاد الشركات في تمام مشاريعها بشكل كبير ولكن وجود عثرة الفائدة بالنسبة للسوق المحل التركي عبخلي الأمر يتأخر وعبخلي الركود شوي يستمر نحن بنعرف أنه أكبر منافس لسوق العقار هو البنوك وفوائده فيه وعود كبيرة من الحكومة التركية ووزارة الاقتصاد أنه تنزل فوائد البنوك إلى رقم أحادي يعني لتحت العشرة هذا الأمر فيه عليه جهود كبيرة ونحن موعودين بشهر تسعة بإجراءات حكومية وإصلاحات في الاقتصاد التركي تجعل منه أكثر مرونة مقابل للصدمات الخارجية عشان ينخفض التضخم وتنخفض الفائدة أكيد السوق الداخلي التركي بحاجة للعقارات بشكل كبير السوق الداخلي التركي سوق شاب كل ما كانت سوق الشباب أكبر كل ما كانت احتياج للعقارات مستقبلا أكبر ولكن منافسة الفائدة لهذا الأمر وارتفاع على أكثر من 25 نقطة هذا أمر سبب فيه ركود في سوق العقارات بالنسبة للجانب الأجنبي ممتاز وبالنسبة للجانب التركي أيضا فيه حاجة كبيرة ولكن موضوع الفائدة والتغلب عليها أمر مرهون بإصلاحات الحكومة نسبة استثمارات العربية في السوق العقاري يقال أنها لا تتجاوز لـ 3% هذا أمر كان سابقا أما الآن لا صارت تتجاوز العشرة والـ 15% في بعض المناطق نعم أكيد لأن فعلا الأسواق العربية بشكل كبير تجهت لتركيا يعني نحن كنا نحكي عن توجه الأسواق الخريجية إلى تركيا أو العراقية إلى تركيا الآن في عنا أسواق الجزائر في عنا أسواق حتى السودانيين يعني نحن ما بدنا نكون المستفيدين من مصائب الشعوب نحن نتمنى الخير لكل الشعوب العربية ولكن السوق التركي هو بصراحة أفضل مكان وأكثر الأماكن أمانة للأسواق العربية الأخرى يعني أنت بتعرف أنه الإنسان إما بحط فلوسه في البنك عشان يحفظ أمواله أو بحطه بعقار لأن العقار في النهاية وإن تأخر مردود الاستثماري ولكن تبقى قيمته كما هي وبتزيد مع وجود استثمارات في تركيا ما ننسى أن تركيا بلد فيه استثمارات موعودين فيها لبعد 2030 حتى يعني نحن حتى عام 2023 ضمن الخطة أن تركيا تكون ضمن أقوى عشر اقتصادات في العالم وضمن وفي مشاريع استثمارية الآن مستمرة داخل اسطنبول الشيء الصار في اسطنبول بحسب يعني التصريح الأخير من السيد بن علي الدرم أنه الأمر فعلا كان فيه تزوير ونحن متابعين الأمر ورح نطلب إعادة الانتخابات وهذا أمر بيحكي أنه لسه الأمر ما انتهى في اسطنبول لأن اسطنبول فعلا مدينة مهمة بالنسبة للاستثمارات وما الحكومة أبدا ما بتوافع على إيقاف أي استثمار فيها وهذا الأمر رح يستمر طيب أستاذ عبد الله يعني الآن يسمعنا بعض الناس اللي عايشين برات تركيا إذا بدي أعطيهم أنا خطوات من أجل أنه لما يفكروا بالاستثمار خلينا نحن نفترض معلش السيناريو الأسوأ بأنه بالفعل انتخابات المحلية كانت نتائجة أنه مللية اسطنبول الكبرى ستكون لحزب المعارض كيف هذا سيؤثر على استثماراتهم؟ بصراحة الآن كله متوجز صحيح أنه في خطة لـ 2023 خمس سنوات في راحة ما هيكون في أي دوشة انتخابية وبالتالي رح يكون فرصة للاستقرار والاستثمار هل هذا في حال هذا السيناريو حدث؟ رقم واحد سيؤثر على استثماراتهم ثم رقم اثنين كيف ممكن أن يتصرف المستثمين الحالين موجودين هنا الآن في تركيا بشكل إيجابي مع هذا التغير اللي بالنسبة أنه قد يكون تغير غير محبث كيف يتصرفوا معه؟ نحن ما نحدد الأمر سياسيا بشكل كثير كبير يعني تغيير البلدي هو ما هو تغيير سياسي في البلد نعم نحن ذكرنا في البداية أنه موضوع وزون العمل تابع لوزارة العمل جميل حتى موضوع الإقامات اللي هو تابع لإدارة الهجرة اللي هي تابعة للولاية الولاية بتم تعيين الوالي من قبل رئيس الجمهورية نحن الآن هاي الأمور كلها متأثر بشكل مباشر على المقيمين في تركيا لأن هذا الأمر يدار من طرف الحكومة والحكومة التركية متواجدة حتى 2023 وإن شاء الله بتكون الفترة الحالية هي فترة أصلاحات لكسب أصواق أكثر في المرحلة القادمة أكيد أنا دائما بنصح الأخوة في موضوع الحزر والدقة في متابعة أعمالهم ما بننصح أي إنسان في دخول في مشاريع كبرى في ظل عدم الوضوح في موضوع إسطنبول مشاريع كبرى مثل شو؟ يعني مشاريع استثمارية ممكن تكون رأس مالها كبير يحتاج إلى دخول في السوق التركية وتسييل المال بالليرة التركية ممكن هذا الأمر ينتظر والأمر مو طويل يعني بصراحة في موضوع بلدية إسطنبول زائد إنه نحن مآمنين بالاقتصاد التركي وإن الاقتصاد التركي يمرن ورح ينتعش والحكومة التركية ما في عندها خيار غير موضوع الإصلاحات يعني الفترة القادمة رح تكون حتى 2023 هي فترة إصلاحات داخلية وفترة تطوير للمنظومة الدفاعية كما يعني يتم إعلانه من قبل الحكومة التركية يعني نحن الآن في عندنا تركيز كتير كبير من الحكومة على الاقتصاد على نسبة البطالة على تخفيض الفائدة على تخفيض التبخم وصلت لأعلى مستوياتها وصلت لأعلى مستوياتها بس هي عالمية ما تعتبر كبيرة بالنسبة للأسواق العالمية بسبب هاي النسب أستاذ عبدالله كان إلى تأثير كبير على مجراءات الأحداث أكيد يعني نحن حكينا أنه فترة الركود هي فترة أثرت بشكل مباشر على السوق الداخلي جميل وفعلا بعض الشركات صار في عندها مثل تقليص لأعمالها وإخراج لبعض الموظفين صحيح وهذا أمر يعني ما عم نحكي عن أسواق عالمية منتعشة في ظل ركود السوق التركي لا نحن عم نحكي عن أسواق عالمية سيئة يعني كمان تمشي بشكل بطيء والسوق التركي أيضا ضمن هاي الأسواق ولكن السوق التركي عنده فرص كبيرة في موضوع الإصلاحات الداخلية وموضوع تشجيع التصدير والإنتاج الداخلي وهذا أمر بساعد في تخفيض الله في بعض التجمعات العربية مثلا التجارية رجال الأعمال العرب الموجودين الآن في تركيا برأيك كيف هني ممكن يساهموا بالفعل بإنجاح خطة الحكومة للتطوير الاقتصادي ولهم واجهة هذا الشيء كرجال أعمال عرب موجودين ضمن تجمعات وأسماء مختلفة إلى المساهمات بغرف التجارة مثل في غاز عنتاب في إلى المساهمة كبيرة هناك كيف هني فعلا ممكن يكونوا إضافة قيمة وبالتالي عكس صورة أخرى ربما البعض يراها أنه لا يعني حد الآن ما حدا عارفة ربما أكيد يعني التجمعات الاقتصادية هي لازم تكون أول محطة للمستثمر قبل دخول أي سوق لأن التجمعات هي تجمع خبرات والأسواق التركية وخبرات المستثمرين العرب كما ذكرت حضرتك الناجحين ضمن تركيا فمن خلاله ممكن الإنسان ياخد تجربة أكبر ممكن يصنع شراكات ممكن يدخل السوق التركية بأمان كبير كما ذكرت حضرتك تجمع رجال أعمال العرب في غاز عنتاب ومظلة الجامعة لرجال أعمال موسياد ممكن استفادة من خلال خبراتهم في عمل شراكات من خلال مشاريع مطروحة من خلال شركات في عنده إمكانية إدخال للمستثمرين الأجانب جمعية سياد لرجال الأعمال السوريين جمعية أرتياد لرجال الأعمال العرب والأتراك أكيد وجود هذه الجمعيات هي أكبر فرصة للمستثمر للدخول الصحيح في السوق التركي دون مخاطر بمعنى آخر أنه صمام أمان لدراسة الواقع وفهم آخر المتغيرات الموجودة هنا في تركيا وبالتالي بشكل مباشر وغير مباشر يعني يساهم رجال الأعمال في دعم الاقتصاد التركي وإبراز صورة أخرى بأنه فعلا رجال أعمال هم رديف للاقتصاد التركي وهم ساهمين بتطوره ودفع حالة الركود وتشتيتها أكيد يعني جمعيات رجال الأعمال هي خريطة للوصول لأفضل الأعمال بأقل الخسائر الإنسان لما يدخل السوق يكون عنده جهل في الأعمال جهل في السوق فلازم يدرس السوق ولازم يأخذ خبرات هذا الأمر بتواجد في جمعيات رجال الأعمال إضافة لأنه وكالة دعم الاستثمار اللي مشرفة عليها الحكومة التركية والوزارة الاستثمار في تركيا هي كمان محطة مناسبة للتعرف على السوق الداخل التركي وفرص الاستثمار فيه إذن إن شاء الله تكون الفترة القادمة فترة هدوء نسبي فترة اللي انتعاشي الاقتصاد لا شيء مخيف كما ذكرت سادة عبدالله وإنما يعني حالة من حالات التضخيم خلينا نقول الإعلامي لما حدث وكل مثل ما بقوله الأتراك كل شر في خير بإذن الله سبحانه وتعالى أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبدالله الحماد المدير التنفيذي لشركة امتلاك العقارية شكرا جزيلا على إتراك لهذا الحديد ولمستسمعين حياكم الله أعزائي المستمعين والمستمعات في نهاية حلقة برنامج صباحك مسك أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة والتفاعل على أمل أن نلقاكم غدا وأنتم في أتم الصحة والعافية دمتم في معيات الله كان معكم بلال صالح